بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين اليوم هو آخر درس في قراءة الصف الأول درسنا لهذا اليوم هو يتحدث عن المده هذه هي المده المده تشبه جناح الطير هذه هي المده تشبه جناح الطير هذه هي المده لا تأتي في أخير الكلمة وإنما تأتي فقط في أول الكلمة وتأتي في الوسط تأتي منتصلة وتأتي منفصلة هذه المده كان أصلها همزة وحق الأ تحولت إلى شكل هذا هذا الشكل يشبه جناح الطير يشبه جناح الطير فوق الألف لتيسير القراءة وسهولة القراءة درسنا لهذا اليوم يتحدث عن صديقتنا آمنة آمنة تقرأ القرآن تدعو الله وتقول آمين وهذا صديقنا آدم يقرأ الكتاب وهذه صديقتنا آمنة تقرأ قصة تقرأ قصة قصة الأسد والطار هذه هي المده تحدثنا وقلنا كان أصلها اه 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 اصبح كجناح الطير وصوته اه اه لسهولة اللفظ وسهولة القراءة وتحدثنا عن حرف الآ أ أخذنا مع الفتحة آ واخذنا على همزة الوصل يكتب لا يقرأ واخذنا آ في نهاية الكلمة قصيرة آ مقصورة ألف مقصورة اليوم سوف يكون يشبه جناح الطير على الآ متكونة أصبها كان الهمزة والآ اه آ فتكون لدي صوت الحرف آ مد انا قرأ ما عنده هنا الجديد عزيز التلمير آمي آمينة 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 ردد معي عزيز التلمير آمينة تقرأ تقر demás تقرأوا هذه هي همزة المحلة الوصلة نذكرها وما قرأها ونعبر من فوقها إلى حرف الإل وأ XL هنا حرف القمر لأنه اللقاء من الحروف القمرية وغير مشداد القرآن ردت معي آمنة تقرأ القرآن آمنة تقرأ القرآن تدعو هنا همزة وصلت تكتب ولا تقرأ الله تدعو الله وتقول نقطة رأسية آمين آمين آدم آدم يقرأ هنا هذه الإل الإل حرف قمرية الفضل لأن الكه حرف قمري الكتاب آدم يقرأ الكتاب هذه همزة وصلت تكتب ولا تقرأ آدم يقرأ الكتاب ما آريبو ما آريبو ما آريبو تاق تقرأ 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 قيس قصة قصة قيس قصة 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 هنا همزة وصلت تكتب ولا تقرأ الإل قصة الأسادي قصة الأسادي والفقري هنا الإل أيضا الهمزة الوصلت تكتب ولا تقرأ والإل قمرية الفقر والفقري تقرأ قصة الأسادي والفقري الكلمات الجديدة التي تحتوي على المدة هي كلمة آمنة ثم القرآن آمين آدم مآرب لنحاول أن نسترجع الكلمة إلى أصلها المدة آمنة في الأصل هي همزة وآ آمنة تحولت إلى مدة تشبه جناح الطير لسهولة القراءة آمنة القرآن كان أصلها همزة وآ تحولت إلى جناح الطير للمدة لسهولة القراءة القرآن مآرب مآرب كانت بهذا الشكل تحولت إلى مدة مآرب آدم كانت بهذا الشكل تحولت إلى مدة أيضا آدم نأخذ تذريبا كلمات جديدة ليست موجودة في الدرس مثل كلمة آية آخر أذان آلهة آمال هذا هو درسنا الجديدة اليوم عزيز التدميذ راجع الحروف السابقة جميعها قراءة وكتابة وركز على الكلمات الجديدة في الدرس واكتب الدرس مرتين وعلى الحرف ورقة كاملة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته